موسيقى ونحن في تونس لا نمد يدنا للظالم نمد يدنا للمظلوم وبالتالي نحن نرفض هذه الزيارة ونطالب بأن نجرم كل العلاقات مع مثل هذا النظام نحن نعتبر أن هذا الكيان الذي يرأسه هذا البن سلمان هو السبب الخراب الحالي الإرهابي الموجود في سوريا وليب والعراق واليمني وتونس وكل البلدان العربية نحن نعتبر أن هذا الكيان اخترق كل القوانين الدولية يعني وفاة مرحلة إجرام الحرب في كل ما يخص حربه على اليمن نحن في مرحلة متقدمة اليوم وأمانة كبيرة هي المكاسب الحقتها المقامة في سوريا في العراق في الجنوب اللبناني يعني في غزة في اليمن هناك مكاسب لا بد من أن نحميها من التفاف المال السعودي من التفاف الإعلام الخارجي نجده الآن يتآمر ويدمر ويتحالف مع الصهيونية في العلن وثانيا وهو يصف الحركات المقاومة الفلسطينية بالإرهاب وهذا شيء معيب ومهين للأمة نحن معكم هنا لكي نقول له لا أهلا ولا مرحب بك ما فعلته حكومة بن سلمان في اليمن هو إجرام في حق الشعب العربي في اليمن في حق أطفالنا في اليمن نرفع شعار لا صلح لا تفاوض لا اعتراف لا تطبيع مع المتصحينين هذا هو شعارنا فلسطين في القلب فلسطين في دمنا فلسطين قبيلتنا ومحورنا اشتركوا في القناة